في الشأن المهربي تم اليوم تدشين سفارة رواندا بالمهرب وذلك خلال حفل نظم برباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمهاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أكد أن افتتاح هذه السفارة يأتي تأكيدا للدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية مسجلا أنه منذ زيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى كيغالي عام 2016 تمكن البلدان من إرساء شراكة متينة من جهته أكد كاتب الدولة الرواندي في شؤون الخارجية أوليفين دوهونغيري أكد أن هذه السفارة ستمكن من تعزيز تبادل الزيارات بين شعبي البلدين وستمكن كذلك من تعزيز زيارات الأعمال كما أنها ستمكن المستثمرين المغاربة من الاطلاع على مناخ الأعمال في رواندا